موسيقى صبحكم الله بالخير مشاهدينا صباح الهمة والنشاط وتحقيق الأهداف والوصول إلى ما نتمنى إنجازه بإبداع وجعبتنا لليوم مليئة بالأخبار والتقارير والضيوف المميزين والمواضيع المختلفة التي تفيد مشاهدينا في مختلف المجالات إذا مشاهدينا بسم الله وعلى بركة الله نبدأ حلقتنا بأهم العناوين جولة صباحية في سوق السمك بمدينة دبل حاصمة موسيقى الفتق الإربي لدى الأطفال وطرق علاجه موسيقى وأخيرا التسوق وسيلة تزيل الاكتئاب لدى النساء موسيقى إذا مشاهدينا هذه كانت أبرز عنوين حلقتنا اليوم هذا بالإضافة إلى الكثير من الفقارات والتقارير والجولات السياحية لدائما ما يحرص على تنفيذها فريق العمل فنتمنى لكم متابعة ممتعة وشيقة طوال هالساعة اللي بترافقون فيها ودائما ما نستهل حلقتنا بمعرفة آخر الأخبار المتعلقة بالإمارة الجميلة الإمارة الباسمة وباقي إمارات دولتنا الحبيبة وجولة سريعة لأهم الأخبار في صحفنا المحلية لليوم ونبدأها من صحيفة الخليج سلطان المحتوى الإعلامي الهادف يحصن المجتمع وفي تفاصيل هذا الخبر أكد صاحب اسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على الدور الكبير والمهم لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون عبر قنواتها وإذاعاتها المتنوعة ضمن مشروع الشارقة الثقافي الحضاري الذي يشمل جميع ناصر المجتمع في بنائه والمحافظة على هويته وتعزيز ترابطه جاء ذلك في كلمة سموه التي ألقاها في ملتقى الإعلاميين الثالث لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة رئيس مجلس الشارقة للإعلام وذلك في دارة الدكتور سلطان القاسمي وأشهد صاحب سمو حاكم الشارقة بجهود العاملين في هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون بجميع اختصاصاتهم التي أسهمت في نقل ومتابعة العديد من المشروعات التنموية في الشارقة وعكس أنشطتها وفعالياتها للمشاهدين إضافة إلى البرامج المعرفية والثقافية والاجتماعية أما الخبر الثاني أيضا من صحيفة الخليج الشيخ جواهر نغرس قيم الاستدامة البيئية لنرى ثمارها في أجيال المستقبل حيث أكدت قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخ جواهر بيت محمد القاسمي أن الدور الذي تؤديه إمارة الشارقة في المجال البيئي هو انعكاس للجهود المستمرة في تبني منهج تنموي يعزز ممارسات الاستدامة البيئية سواء كانت محليا أو حتى إقليميا فالاستثمار في تقنيات العمل البيئي المتقدمة تعد خارطة طريق لتطبيق أعلى معايير الجودة في هذا القطاع وتوظيف الطاقات والتقنيات الذكية في تعزيز مكانة الإمارة في مسيرة استدامة مدن المستقبل إضافة إلى التصدي للتحديات المستقبلية بجاهزية عالية جاء ذلك في زيارة سموها للمقر الرئيسي الجديد لمجموعة بيئة الواقع على طريق الديد والذي يعد أحد أكثر المباني استدامة وذكاء على مستوى العالم واستنادا لرؤيتها المتمثلة في تحقيق الريادة في استدامة جودة الحياة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها حيث اتخذت مجموعة بيئة من الطاقة الشمسية موردا رئيسيا لكل مرافق المبنى عبر تقنيات فائقة التطور ومواكبة لخطط التحول الرقمي التي تعد ركيزة أساسية ورئيسية ضمن استراتيجيات المجموعة وخبرنا الأخير من نفس الصحيفة مالية استشاري الشرقة تؤكد التكامل مع المؤسسات اطلعت لجنة تشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشرقة ضمن أعمالها لدور الإنعقاد العادية الثالث من الفصل التشريعي العاشر على برامجها المدرجة في خططها لدعم النمو في القطاع الخاص واستشرافها لمرحلة الازدهار الذي تشهده الإمارة وأكدت اللجنة في اجتماع عقدته في فندق البيت بمدينة الشرقة رؤاها التي تتكامل مع سياسات المجلس الاستشاري وما يتصل بأعمالها من دعم لروافد الاقتصاد المحلي وسعيها لتمكين القطاعات الاقتصادية من تحقيق معدلات نمو أكبر في ظل الدعم الذي تحظى به من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشرقة ومتابعة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشرقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشرقة إذا مشاهدين هذه كانت جولة سريعة للأخبار متعلقة بإمارتنا الجميلة الإمارة الباسمة أما الآن ننتقل بكم إلى التعرف على الطقس وأيضا درجات الحرارة في المنطقة الشرقية وباقي مدن أمارات دولتنا الحبيبة ترجمة نانسي قنقر أعود لكم الشاهدين مجدداً بعدما تابعنا درجات الحرارة والآن ننتقل إلى زميلنا وديع محمد في سوق السمك بمدينة دبلحص لنطلع مخلالها على الأنواع المتوفرة لهذا الصباح في هذا السوق دعونا نتابع وديع ثم لنا عودة صبحكم الله بالنور زملائي في الاستيديو وصباح جميل لكل من يتابعنا عبر برنامج صباح الشرقية مشاهدين الكرام مثل ما عودناكم دائماً ننقلكم في فقرة سوق السمك في مناطق متعددة من المنطقة الشرقية واليوم نحن متواجدين في سوق السمك بمدينة دباء الحصن نتعرف على الأسعار لهذا الأسبوع تعالوا خلونا نبدأ عند أول دتشه السلام عليكم محمد سبيل شخص بارك ماشاء الله نبدأ محمد في الشعري الشعري عندك على كم؟ الشعري كيلو 25 الكيلو على 25 وطازة جادة صيد اليوم صح؟ مال صباح جيد ماشاء الله وهنا عندنا ماشاء الله القش عندك القش على كم؟ قش كيلو 20 الكيلو على 20 القش الكبير والصغير نفس الشيء الكيلو على 20 تقريباً الحبة عندك على كم الحبة؟ الحبة 15 الحبة على 15 درهام ما شاء الله وعندك القباب أهل الدبا ما شاء الله معروفين يعني في القباب القباب على كم؟ قباب أربعة وخمسة ستين اليوم كبيرة أربعة كيلو ونوص أربعة كيلو يجي واحد تقريبا على خمسة ستين؟ خمسة ستين أربعة الحبة ولا الكيلو؟ الحبة الحبة حبة كبيرة كبيرة اليوم ما الخيط هذا يجي ما شاء الله هذا صيد الخيط هذا ما الخيط ما شاء الله وبعد طازج الصبح هذا يشكل الصبح ما شاء الله عندك سلطان إبراهيم على كم عندك؟ سلطان إبراهيم الكيلو على عشرين درهم بعد هذا الصيد اليوم كله من دبة هذا ما شاء الله مرة في الشرباش هذا يعني ملا مني يجي طرات جيب ملا هسلنا فرجي برب ما شاء الله وعندك القباب الصغير على كم القباب القباب صغير الباب 20-15 درهم يعني تابره يستري 12 درهم أذنبنا واحد تقريبا يعني سعرها 15 درهم أو 20 درهم وهناك عندنا ما شاء الله عندنا سين السين على كم السين سين يعني كله 10 درهم حبا تلاتار بابا وجي 10 درهم الثلاث حبات على 10 درهم 10 درهم ما شاء الله وعندك السد سد كلم هذا حبا 20 الحبا على 20 درهم حلو عندك أنت تبيع مثلا في الجملة ثلاث حبات أو خمس حبات على 100 درهم أو عندك الحبا بس على 20 حبا 20 درهم الحبا على 20 درهم ما شاء الله عندك الكوفر الكوفر على كم عندك كوفر كيلو 30 درهم كوفر شي غالي الكوفر الكيلو على 30 درهم لهذا الأسبوع ما شاء الله وعدنا هنا النغر نغر محمد عندكم على كم نغر كيلو 25 الكيلو على 25 بعد ما شاء الله النغر بعد اليوم صيد اليوم هذا مرة يا طيق العافية محمد ما قصرت شكرا إذن مشاهدين الكرام مثل ما شاهدتم معنا في فقرة سوق السمك في مدينة دباء الحصن هذه الأسعار المحلية لهذا الأسبوع كل شكرا لك الزميل ودي على هذه النقلات الدائمة في أسواق الخضروات والفواكه وأيضا الأسماك وتعريفنا على أبرز الأسماك والخضروات والفواكه أيضا إلى جانب أسعارها إذا مشاهدين ننتقل معكم لموضوع مهم ولا بد من التوعية بشأنه وهو الفتق الإرابي والذي يعتبر من الأمراض الشائعة عند الأطفال إذا شعر المريض بألم عند أسفل البطن وهو عبارة عن تورم في جسم الإنسان ولشرح مفصل عن هذا موضوع نستضيف معنا الدكتور وسام جمال التمر أخصائي جراحة أطفال صبحك الله بالخير وصباحك صحة دكتور صباح النور والسرور أخد عائش إن شاء الله يسلمك اليوم موضوعنا عن الفتق الإرابي واللي هو الافتاق مثل ما يقولون تمام وبالتحديد عند الأطفال قبل شوي كنا نتكلم أنا والدكتور قلت له فيه يعني أطفال يصابون بالافتاق قال لي حالات كثيرة وشديدة ففي البداية دكتور لو نعرف للمشاهدين ما هو الفتق الإرابي أو حتى الافتاق يعني مثل ما نقول بالمصطلح العامي إن شاء الله هل الفتق الإرابي هو مشكلة شائعة عند الأطفال ولا عند الكبار الفتق بشكل عام هو عبارة عن تبارز أو انتباج أو تورم مثل ما تفضلت حضرتك بيحدث بالناحية الإرابية عند الأطفال الناحية الإرابية هي تقريبا الناحية الموجودة أسفل البطن سواء جبهة اليمين أو جهة اليسار هاي بيسموها الناحية الإرابية أسفل البطن عند التقاء البطن مع الفخذ هاي هي الناحية الإرابية وإننا نحكي اليوم عن الفتق اللي بيحصل بهذه الناحية عند الأطفال الآن الفتق ممكن يقسم فتق مباشر اللي بيصير عند الكبار واللي ما رح نحكي عنه اليوم والفتق عند الأطفال اللي اسمه الفتق غير المباشر اللي هو عند الأطفال يعني للكبار مباشر وعند الأطفال غير مباشر بشكل عام هل هناك ممكن عوامل تؤدي للفتق عند الكبار لكن غير مباشر ممكن يولد أو توتوه خلقي عند الأطفال تمام هاي هو الفرق أنه عند الكبار هو فتق إرابي مباشر بيكون سببه بشكل غالب هو ضعف بعضلات البطن عند الكبار أو حامل شيء ثقيل أو أما عند الأطفال بيكون السبب بشكل رئيسي هو تشوخ خلقي أو عيب خلقي عند الطفل بيولد فيه بس ممكن ما يظهر مباشرة وقت الولادة لأنه حينا بيكون الفتق صغير ممكن مع العمر يظهر الفتق ويبين بس هو بالأساس بيكون موجود منذ الولادة نعم لماذا يصاب هذا الطفل بالفتق تمام مثل ما حكينا السبب الرئيسي هو تشوخ خلقي منذ الولادة يعني أثناء الحياة الرحمية عند الذكور بيكون في قناة بين البطن والناحية الإرابية لهون هاي القناة بتسبح ممرور الخصية عند الذكور أحيانا بتظلمة فتوحة هاي القناة بتسبب بروز أحيانا الفتق من هاي المكان وأحيانا بينزل خلال هاي الفتق فوات الفتق بتنزل عروة معوية كل ما الولاد صار يبكي أكثر هاي العروة معوية بتنزل أكثر بالناحية الإرابية وبين الانتفاخ والانتباج أكثر لذلك بشكل رئيسي عند الأطفال هو تشوخ خلقي بس في أحيانا مشاكل أو أمراض ثانية عند الطفل بيولد فيها بتخليه يصير عنده فتق مثل الخصية المهاجرة أو الخصية المعلقة عيوب وتشوهات البطن اللي بيولد فيها الأطفال أحيانا تشوهات البولية عند الأطفال أحيانا خلع الورك الولادي عند الأطفال أحيانا أمراض بعضلات البطن وبجدار البطن مثل ما حكينا عند الأطفال بالإضافة للأولاد اللي بيعملوا غسيل أو تحال بسبب القصور والكلوي ممكن تعمل فتق ما لها علاقة بالوراثة الوراثة موجودة مثلا إذا واحد من الأب أو الأم أو حدا من الأخوات عنده فتق إرابي بتزيد النسبة عن النسبة الطبيعية للفتق مثلا إذا قلنا نسبة الفتق من كل مية ولد خمس أولاد وسطيا بيولدوا عندهم فتق إرابي إذا كان في قصة عائلية ممكن توصل النسبة لعشرة أو 11 بالمئة يعني إذا في قصة عائلية بتزيد نسبة أنه يحصل فتق إرابي نعم اليوم موضوع عن الفتق الإرابي لدى الأطفال يعني كيف مفرق بينه وبين الكبار بعيدا عن مباشر وغير مباشر الآن الفتق الإرابي عند الكبار سهل جدا يعني البالغ بيجي بقولك أنا عندي انتفاخ وعندي فتق وبيكون قارئ عنه صحيح الفتق الإرابي ميز تتابع الأطفال عند الأطفال أنه الأم غالبا هي اللي بتكتشفه أو الطبيب أثناء الفحص الروتيني أثناء أخذوا اللقاح أو أي شيء يعني الطفل ما له علاقة هو بيكون التشخيص عن طريق الأم اللي غالبا بتلاحظه أو الطبيب اللي بتزوريه بشكل روتيني التشخيص عن طريق الأم هذه معلومة جدا مهمة كيف يكون التشخيص عن طريق الأم وخاصة بالنسبة للأطفال الرضع يعني حتى في بعض الأحيان بكاءهم مثل مثل ما نقول يعني بعض الأحيان غازات أو آلام أو مغص معوي فكيف ممكن أن الأم أيضا تفرق أن أبنها في فتاق أو فتاق لديه تمام الشيء المهم بأنه النسبة الأكبر من الفتاق الإيرابية عند الأطفال ممكن تحدث خلال أول ثلاثة لست أشهر هي أكثر يعني نسبة ثلث الحالات نحن ممكن نشوفها من ثلاثة لست أشهر هي أكثر نسبة وهذه الفترة أكثر شيء الأم بتكون قريبة من الولد فيها بتغير له أكثر من مرة ممكن تغير له عشر مرات وهي أثناء تغيرها للولد أو أثناء تعمله شور ممكن تلاحظ انتفاخ بالناحية الإيرابية ومن السهل أنه تلاحظه بتقارن بين جهة اليمين أو اليسار بتشوف فيه انتفاخ واضح أو أكثر بجهة اليمين لأنه الفتاق أشيع بجهة اليمين نعم المنطقة الإيرابية يعني لو نعرفها للمشاهدين أيضا هي أسفل البطن وأعلى الفخد تمام هذه هي المنطقة الإيرابية يكون فيه تورم دكتور؟ تمام بتكون عبارة عن انتفاخ أو تورم أو بروز بالوداية بيبلش انتفاخ بسيط أو صغير مع الولد كل ما صار عنده غازات صار عنده أمساك صار عنده سعال هالانتفاخ بيزيد بيزيد ليوصل لمرحلة كبيرة بيصير حتى الأم اللي كانت شاك أنه هذا فتاق صغير بتصير بعد فترة بتشوفه صار كبر وبتصير متأكدة أنه فيه مشكلة ووقتها بتراجع طبيعا نعم ويختفي من تلقاء نفسه؟ لا الفتاق الإيرابي عند الأطفال مستحيل يعني يروح من تلقاء نفسه لازم تزور طبيب ولازم يدلها على الاستشارة شو لازم تساوي هو غالبا حل جراحي نعم الجراحة بالمنظار تمام هي الجراحة بالمنظار الجراحة هلأ بنحكي أنا في عدة أنواع للجراحات يعني الجراحة التقليدية والكلاسيكية هي الجراحة الفتح الجراحة اللي عبارة عن بكون شاك عبارة عن 2 سنطي طورت مثل ما تفضلتي موضوع المنظار طورت العمليات الجراحية صار في طريقة المنظار وصار في طريقة الروبوت وصارت شائعة وصار فيك تستخدميها عند الأطفال نعم ذكرت يعني أو حتى طلعت على الروبوت وشفت بعض الفيديوهات المتعلقة بهذه الجراحات استخدمتم الروبوت في عمليات الجراحية وخاصة متعلقة بالفتاق دكتور عند الكبار استخدمت وصار في خبرة كويسة فيها عند الأطفال بعدها في طور يعني التعلم والتدريب لا ياخذوا فكرة أكبر لأنه فيه تحديات عند الأطفال أكثر من الكبار طيب الفتاق عند الكبار دكتور يعني في بعض الأحيان يستخدمون الحزام اللي ممكن أيضا يخفف ويعالج من الفتاق لديهم هل ينصح الحزام لدى الأطفال ممكن أيضا يساعد في حل مشكلات الفتاق لا الحزام هو يعني فكر مغلوط أنك تحط الحزام لموضوع سواء فتاق الإرابية أو فتاق السرة يعني هذه عادة خاطئة تمام هل الناس متعودين عليه يحطوها لفتاق السرة لأنه فتاق السرة مع الوقت بيغلق لحاله بفكره أنه الحزام ممكن غلقه بس هي يعني غير منصوح فيها هو أولدي فتاق السرة رح يسكر لحاله مع الوقت إذا كان حجمه صغير أما الفتاق الإرابي ما رح يسكر لحاله ضروري هو رح يحتاج جراحة سواء حطيت له حزام أو ما حطيت له هو الحل الوحيد إلو هو الجراحة نعم وذكر أن الذكور أكثر إصابة من الإناث نعم بالفتاق الإرابي نعم نسبة شيوعه عند الذكور ممكن ستة ذكور ينصابوا بالفتق الإرابي مقابل أنثى وحدة تنصاب نسبة شيوعه أكثر عند الذكور ومثل ما قلنا نسبة شيوعه بالجهة اليمين أكثر من الجهة اليسار وممكن ينصاب كمان الجهتين مع بعض نعم لماذا الذكور أكثر من الإناث؟ بشكل رئيسي هو مثل ما قلنا هو بيكون عبارة عن عيب بالفتحة بين البطن والقناة الإرابية هذه الفتحة عند الذكور بتسمح بمرور الخصية الخصية أول بتكون داخل البطن بعدين بتنزل لتحد هذه الفتحة عند الذكور بتكون أكبر بسبب نزول الخصية لذلك بتكون أشياء عند الذكور نعم نتحدث عن التهيئة قبل العملية سواء كانت النفسية لهذا الطفل أو حتى الجسدية ممكن في عمارة صغيرة مثل ما نقول أن الطفل ما يفهم لكن في عمر أكبر يحتاج هذا الطفل أيضا إلى تهيئة نفسية فلتحدث أيضا عن تهيئتكم النفسية لهذا الطفل ما هي استعداداتكم تمام الطفل ما يجي مع أهله زيارة أو زيارتين قبل العملية إحنا أول شيء من هيئة الأهل نفسيا لأنه هما إذا كانوا مرتاحين راح يريحوا الطفل صحيح يعني هو بالنسبة للأطفال إحنا معاملتنا أكثر بتكون مع الأهل خاصة بالأطفال اللي عمرهم أقل من سنة يعني ما فيك تشرحي له كثير بس أنت بتفهمي الأهل وبتوعيهم شو الخطوات من هيئهم لموضوع الصيام كم ساعة لازم يصوم الولد قبل العمل الجراحي شو التحليل الدموية والتحضيرات اللي لازم نعملها قبل الجراحة كم رح تأخذ وقت الجراحة كم رح يظل يوم بالمشفى بالإضافة لما نحضرهم نفسين أنه هي مو عملية كبيرة لازم ما يخافوا الأهل هي من أكثر العمليات الشائعة والروتينية اللي يمساويها في جراحة الأطفال لذلك الأهل بس يسمعوا هاي المعلومات يعرفوا أنه هي شائعة بس أول مرة بيقابلوها مع طفلهم بس بالنسبة لأنه كالمجال الطبي أو جراحة الأطفال نحن منواجهها بشكل كثير كبير ومن أكثر العملات اللي منشتغلها بجراحة الأطفال ونريد منك إجابة كم عدد ساعات الصيام ما هي التحاليل الواجب عملها قبل العملية تمام هلا بالمجمل الأطفال نحن منصوهم قبل موعد الجراحة من أربعة لست ساعات يعني أساطيا خلينا نقول ست ساعات بيوقف الولد عن الأرضاع والأعمار الأكبر حتى سواء والأعمار الأكبر بيوقفوا عن الأكل والشرب تماما بس الأطفال تحت السنة بشكل رئيسي أرضاع بيوقفوا عن الأرضاع قبل ست ساعات ممكن إذا أرضاع والدي نخليه يوقف أرضاع والدي قبل أربع ساعات إذا أرضاع من الأم أما إذا أرضاع اصطناعي أو أكل أو أي شيء ست ساعات صيام قبل موعد العمل الجراحي وفي تحاليل دموية نحن نطلبها دائما الولد إذا ما كان عنده مشاكل مرضية مشاكل بالقلب أو مشاكل بالرئتين ما في داعي للتحضيرات الكبيرة ما في داعي يزور أطباء أطفال يتحضر كثير نعمله تحاليل دموية روتينية ما يكون عنده أنيميا ما يكون عنده نسبة التهاب بالدم ها فقط جراحي الأطفال بدون لجوء إلى أطباء آخرين جراحي الأطفال بإضافة لطبيب التخدير الأهل بيعملوا زيارة لطبيب التخدير مشان يخبرهم عن عدد ساعات الصيام وبكون شايف نتيجة التحاليل الدموية اللي نحن عاملينها للطفل اللي هي تحليم فيه ومنشوف سيولة الدم ومنشوف نسبة إذا عنده أنيميا الولاد أو ما عنده أنيميا نعم وإذا عنده أنيميا ممكن تأجيل عملية أو لا؟ ممكن نأجله إذا كان الفتق أنواع الفتق فيه الفتق الردود اللي ممكن يطلع ويرجع لحاله ويفوت داخل البطن هذا منسميه ردود في فتق ردود هو أطريق السراء هذا بعد دكتور؟ لا هو عن ناحية الإرابية هلأ إحنا منحكي عن الناحية الإرابية الفتق ممكن يكون تقول لك الأم أنا شفته مثلا وقت ما بيكي الولد طلع الفتق وقت ما نام استلقى راح الانتباج والانتفاق هذا بيسموه فتق ردود أما الفتق الثاني اللي غير ردود هذا الفتق بيظل طالع لبرة وما بيروح هاي حالة إسعافية مستعجلة الولد ما بيكون مرتاح ما بيكون يرضع مصبوط ممكن يصير عنده ترجيع بتحس الأم الولد غير طبيعي هاي حالة إسعافية مستعجلة لازم نقوم بعمل جراحي مباشرة أما الردود ممكن ننطر لنحسن شوي الأنيمية على طريق الترجيع دكتور يعني ممكن أيضا في بعض الأحيان ما يفرقون بين الدودة الزايدة أو حتى نقدر نقول الفتق الإرابي صحيح؟ تمام الزايدة الدودية هي بالنهاية التهاب التهاب بالجسم والالتهاب غالبا بيعمل حرارة وبعمل أعراض يعني مرتبطة بالالتهاب اللي بشكل رئيسي يكون فيها حرارة أو تعب أو نقص شهية وهي بتميز بالفحص فحص البطن أما الفتاق أنت بتشوفه بعيونك بتشوفه انتباج وانتفاخ واضح لذلك من السهل جدا أنك شخصي الفتق الإرابي لأنه أنت بتشوفه انتفاخ واضح وحيانا منلجأ لطرق أنه نخلي الطفل يوقف أو نخلي يسعل ليظهر الانتباج ويذكون واضح بالنسبة لنا وهي من السهل أنك شخصي إذا هو كان واضح قدام عيوني يعني هناك في مستويات أيضا للخطورة من ناحية الفتق الإرابي نتحدث أيضا عن هذه المستويات تمام مثل ما خبرت حضرتك الفتق الردود ما بيكون خطير كثير ممكن نعطيه أهل فرصة يحضروا حالهم يحضروا الولد لنعمل العملية بسرع وقت ممكن أما الفتق الغير ردود هذا فتق خطير إذا كانت الأمعاء فهي تجوى الفتق ممكن تتأثر الأمعاء تنسد الأمعاء تتأثر تروية الأمعاء أو تضغط على الخصية عند الذكور تأثر على تروية الدموية تبع الخصية أو تضغط على المبيض عند الإناث تأثر على التروية الندموية عند المبيض لذلك إذا كان غير ردود هنا عملية مستعجلة عملية أسعافية لازم نساوية بأسرع وقت ممكن ممكن تتكرر هذه العمليات دكتور في حالات تكررت عمليات الفتق تمام بشكل عام نسبة أن العملية تنعاد مرة ثانية أو نحن نحكي عنها أن تنكس العمل الجراحي نسبة قليلة جدا 1% بس أحيانا إذا الولد عنده أمراض بالأنسجة تبعه بالعضلات تبعه ممكن تزيد نسبة النكس بس بالمجمل نسبة النكس تقريبا 1% أو أقل نسبة نادرة جدا جدا ما بعد العملية ما هي الخطوات المتبع من قبل الطبيب وأيضا متبع من قبل الأهل والطفل تمام بعد العمل الجراحي الولد ممكن يصحى من التخدير ممكن بعد ساعة ساعتين يبلش إرضاع إذا ما عنده ترجيع والولد ممكن تلاقيه بعد 4-5 ساعات صار أكتف صار يلعب ونحن نحاول نقول للأهل ما تحددوا الحركة كثير خلوه بس ما يطلع ما يلعب بره البيت ممكن من ثاني يوم الولد تلاقيه نورمل ما فيه أي مشكلة نعطيه ممكن مسكن ألم عنده لزوم في الأولاد إذا كانوا بعمر أكبر بيحسوا بالألم أكثر نعطيهم مسكن ألم وممكن نعطيهم مضاد أنت بيتك وقائي بحيث مشان ما يصير التهابات وبكون بالعادة فيه ضمات لما كان جرح العملية ممكن نغير عليه نحن بعد ثلاث أيام ومنطلبنا الأهل يعني النشاطات تكون داخل البيت يعني شيء بسيط دكتور عملية جدا بسيطة وعملية روتينية والوقت تبع الجراحة ممكن بيأخذ عشرين لثلاثين دقيقة يعني بالكثير وأحيانا أقل من ذلك وبيطلع المريض بنفس اليوم يعني بيجي منعمله العملية الصبر يعني الطفل عادي بإمكان الخروج من المستشفى بنفس اليوم بنفس اليوم يعني بالمجمل ممكن يستريح بالمشفى ثمان ساعات هو والأهل وبعدها يطلع نعم هذه معلومات التي ممكن أيضا تعتطاقة أو حتى ممكن السعادة لبعض المشاهدين هل العمر دور يعني دكتور؟ نعم العمر دور كبير بالفتوق الإرابية عند الأطفال بحيث نحن الأولاد اللي بيولدوا قبل ما يكملوا التسعة أشهر اللي بسميهم نحن الخداج ممكن يولد بعمر الثمان أشهر حمل أو سبع أشهر هذول نسبة الفتوق الإرابية عندهم ممكن توصل لثلاثين بالمية نحن حكينا نسبة الفتوق الإرابية عند الأولاد الطبيعيين تمام الحمل خمسة بالمية بس عند الأولاد هذول اللي بيولدوا قبل ما يكملوا التسعة أشهر ممكن توصل لثلاثين بالمية لذلك كل ما كان عمره أصغر والعمر الحملي أصغر ممكن تزيد نسبة الفتق الإرابي ومثل ما خبرتك أكبر نسبة من شخصها من عمر ثلاثة إلى ستة أشهر كل ما كبر بتصير النسبة أقل وبتصير نسبة أنك الشخصي أقل طيب في حال إهمال الفتق الإرابية من المضاعفات التي ممكن تؤثر على هذا الطفل أو الطفلة مثل ما حكينا خبل قليل الفتق الإرابي إذا زاد وزاد التورم وزاد الانتفاخ ممكن الأمعاء تنزل وتفوت داخل القناة اللي فيها الفتق الإرابي ممكن تتأثر تروية الأمعاء بدل ما نصير كنا بدنا نعمل عملية بسيطة هي فتق ممكن عشرين دقيقة ممكن تتأثر تروية الأمعاء ونصير بدنا نقص جزء من الأمعاء ونرجع عن قيطه ممكن الولد يستريح بالمشفى أسبوع عشر تيام أو لا سمح الله ممكن هالأمعاء اللي فاتت تضغط على الخصية وتتأثر التروية الدموية تبع الخصية ممكن لا سمح الله تروح الخصية وهل هناك من أخطاء تكون شائعة وسببها جهل الأهل ممكن تؤثر أيضا على هذا الفتق تمام التأخير التأخير أنك أنك ما تزوري الطبيب بالوقت المناسب أنك مجرد ما وجدتي مشكلة أو لاحظتي مشكلة مع الطفل لازم تزوري الطبيب التأخير هو أكثر عامل ممكن يأثر على الإنذار تبع الفتق توجهها لمشاهدين رسالة أخيرة نتمنى نحن دايما الصحة والسلامة لجميع الأطفال نتمنى من الأمهات وخصوصا الأمهات اللي بيكون أول بيبي بيكون ما عندهم خبرة فيهم يستشيروا فيهم يسألوا يسألوا أعاليهم أو يسألوا الطبيب الأخصائي تبحهم وصار فيهم حتى أحيانا على التليفون ممكن يحكولوا تليفون ويخبروا أنا ابني عنده هالمشكلة هاي ممكن يخبرهم هاي مشكلة تتوتجوا بأنكم تيجوا على المشفى وقتها بيجوا على المشفى وبشخص إن شاء الله مات قصرون دائما وأبدا نسأل الله العفو والعافية كل شكر شكر لك الدكتور وسام جمال التمر أخصائي جراحة أطفال يعطيك العافية على هذه المعلومات المتعلقة بجراحة الأطفال وبالتحديد الفتق الإرابي تكرمي أخد عشق شكرا لك